اشتركوا في القناة 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 ديباء النبي صلى الله عليه وسلم ديباء أيام الدقسة ولم يعد إلى الطواف وبقي في إحرامه لأنه كان قارنا جمع بين إحرام الحج والعمرة لكونه قد ساق الهدية وأمر كل من ساق معه الهدية أن يبقى في إحرامه وأما من لم يسق معه الهدية فأمره أن يقصر رأسه بعد الطواف والسعي ويحل حلالا تاما ويجعل عماله هذا عمرة سواء كان قد أحرم بنية الحج أو العمرة أو كليهما وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصقط الهدية ولا جعلتها عمرة ولا حللت فحل من لم يكن معه الهدي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيين أقول لهم هل لا إنسانك لفمتال على الحدي من كن متماتل قبي وعمرة ليلة قبي أقولوا حق ولا صحي وحق ولا طواف وحق ولا صحي لحلق وحق ولا حد لحظة لحرد ولا يلاحظة يعني تمتح قبي أسك ما يعني إلا حج حلق لك حجا لك أقول لغناط لها أمرت قبل وحج قال لي قل وقبي أمن قبي الأمر يمن قرل عقبل من قبي لو وديكو بيلا النبي صلى الله عليه وسلم أقول لها إشارتكم مع علماء يعني أفضل الحج أفضل مناسك الحج التمتعة للحج يعني ثم توجه صلى الله عليه وسلم يوم التروية اليوم التروية ييني اليوم الثامن سامن عنده يوم الرابع ثلاث أوفا حام سيد قصة سيد قصة سعى بعيد قصة سامن نمع سكمن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه يوم التروية وهو اليوم الثامن منزل منزل الحج إلى منا وأحرم للحج كل من كان قد حلق كل الإنسان حلول العلاء وراء عمرت لأبقى تقولوا أداء الحجم الجديد لبيك حدا من دقيقان طو وفصلنا بمنا خمسة صلوات ديب منا ينحن صلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الدور صلى ديباء يوم ثمانية والعصر صلى ديباء والمغرب صلى ديباء والعشر صلى ديباء والفجر صلى ديباء وركعتين ركعتين للسلين على قصر للسلين على العلاء ثم أقوها أجاز من منا بعدما طلعت الشمس حتى أتى عرفة وضعها فقرات من أول تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بسق عرفات وفوجد القبة قد ضربت له بنمراء قبة لخيمت لنايج بنمر أند ودو أنحوه فنازل بها فلما زالت الشمس ركب القصوى وأتى وادعرنا وأقد اجتمع الناس حوله فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد وأوسى بتقوى الله ثم قال فيما قال صلى الله عليه وسلم أقوها أقوها وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة دم ابن ربيعة بن الحالث وكان مستردعا في بن سعد فقتله هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المنطلب فإنه موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئنا فرشكم أحدا تكرهونا فإن فعنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتسمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلقت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد وقد بيّن في هذه القطة عدة أمور أخرى فلما فرق منها نزل عليه قوله تعالى فاليوم أقملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فكان يوم نعمة وسعادة وشكر وأذن بلال بعد القطبة ثم أقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ركعتين ثم أقام فصلى الحصر ركعتين جمعهما في وقت الظهر جمعا جمعا مقدما ولم يسل بينهما شيئا ثم أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى قربة الشمس وذهبت الصفر قليلا ثم دفع حتى أتى مزدرفة فصلى بها المغربة والعشاء بآذان واحد وأقامتين ولم يصبح بينهما شيئا ولم يصبح بينهما شيئا ثم ادجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر مبكرا ثم أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل وواحد ثم أصفر جدا ثم أصفر جدا ثم دافع إلى ميناء قبل أن تطلع الشمس حتى أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبب حسيات يكبر مع كل حسات منها ولم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فلما رماها قطع التلبية ووقف عند هذه الجمرة يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عام هذا يعني نسؤمي إلا إلى مناسكنا لا يحجمي ينسؤول على الله والله سمعت الله يمتل بالعلاس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كل خطونا على النبي صلى الله عليه وسلم دي بحج كل الأمرات واسه النبي صلى الله عليه وسلم بأنز وبالله ربا مننا دمبيلا من زنا دمبيلا من حرام دمبيلا أمور ناجه يتمنى دمبيلا صلى الله عليه وسلم وما خطبتها خلست إلا آيات التي تكررت اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام الدين آخر سورة إذا جاء نسر الله عليكم أن نسر الله تتبهل ولا آيات اللي يعني آخر آيات التي تتبهل دي بقى نبي صلى الله عليه وسلم أو دي أول موقف الله تكررت إلا آيات إلا وذي مهنا النبي صلى الله عليه وسلم حقو خلاص حقو من عرفا خلاصاك دي بمزل الفاتمة وصبح فجيرا وصلا باو دي منامت أكد دي مرطة العقبة الكبرى كمسا بطحس عبو حسيات تظالة كفية ودي بحتيك عن تكبيرت ودعالاك حقو باطراك بيلوخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج لا أحج بعد عام هذا ثم أتى منزله بمنا فنحر ثلاثا وستين بدنا أو من مطأ وسس وثلاث من إنسالا حردة ثم نحر على بقية المئة وهي سبعة وثلاثون بدنا ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلوا من لحمها وشربوا من مراقها النبي صلى الله عليه وسلم مئة ثلاثة وستين باديون حرياء والظارفات العالم بعضها من حوى سبعة وثلاثين كلا لنهيني من حق شوية شوية عندنا سأمنا ديب أورا قدرة الخوى فالحومنا وستأمنا صلى الله عليه وسلم وبعد فراقه من النحر دعا الحلاق فأعطاه شقه الأيمن فحلق أقسمه بين الناس من شعرة وشعرتين ثم حلق الأيسر فأعطاه بطلحة ثم لبس ثيابه وتطيب قبل أن يطوف ثم ركب حتى أتى البيت فطاف طواف الإفادة ولم يطف بين السفا والمروة وصل الظهرة وأتى علي بني بطالب وهم يسقون على زمزم فقال اندعوا بني عبد المنطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتم معكم فناولوه دلوا فشرب منه ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى ميناء فمكث بها ليالي التشريق 11 و 12 و 13 من ذي الحجة يرمي الجمرات الثلاثة كل يوم إذا زالت الشمس يبدأ بالجمرة السقرة فيرميها بسبح صيات يكبر مع كل حساح ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة يوم النحر ثم خطبة في أوسط أيام التشريق أكد فيها ما سبق في خطبة عرفة وزاد عليها وقد نزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق قبل الخطة في وضع النصر إذا جاء الله والفتح إذا جاء نصب الله والفتح وفي اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني والثالث أيام التشريق وكان يوم الثلاثاء نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميناء بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصل هناك الظهرة والعصرة والمغرب والعشاء وبعث عائشة وم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليعمرها من التنعيم فأحرمت وقضت عمرتها ثم جاءته بالأبطح صحرا وكان صلى الله عليه وسلم قد رقد به رقده فلما جاءته آذن بالرحيل وركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع وصلى صلاة الفجرة ثم انصرف متوجها إلى المدينة وقد خرج من أسفل مكة ولما قرب من المدينة ولاحت له معالمها كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وداء حقه حاجه كامل أتماما أيام التشريق السلاثة وحقه لمن لا كفى وحقه طواف الوداع وداء ومعاقه عندما عايشة التنعيم كيف نسلحه عبد الرحمن كعمرة أتمامات كيف تمرق الدباء العبطة عندن تولا كان دورت صلى والعصد صلى والمغرب صلى الفجرة وطواف الوداع عند ودى النبي صلى الله عليه وسلم كيف مدينة بن بطحة أول مدينة حوالتكت وزهرت لدعاء اللي بيالى النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء المشهور بأثت أسامة بن زيد بأثت أسامة بن زيد كفى على واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يسبح ربه بحمده على ما أراه من دخول الناس في دين الله أفواجا ومن نجاح دعوته إلى التي قام بها قولا نحو ثلاثة وعشرين سنة وقد استقبل بعد عودته إلى المدينة بعد الوفود وجهز أسامة بن زيد في سبعمائة مقاتل وأمره أن يؤطي آل خيلة تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين وقد تحرك جيشه ونزل بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة ولكن نقلت إليه أخبار مقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتريث ينتظر النتيجة فجاء قضاء الله بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا البعث أول بعث في أحد ببكر الصديق رضي الله عنه تحلقات تتمت إلى الليت إلى الرفيق الأعلى لتبل حلقتها ديبتها كونه النبي صلى الله عليه وسلم نوافاته دبلتها قيتها لحلقت تتمت إلى الرفيق العالى رب الله النبي صلى الله عليه وسلم حياته 23 سنة لعلت دعوته خيره وبركته وثماره ونتائجه وفرهان درءه صلى الله عليه وسلم ختم حياته وصلح حلقة للهدحان وامان السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة